هذا وتشهد العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وماليزيا نموا وازدهارا متواصلا على كافة المستويات في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من اهتمام من قبل قيادتي البلادين الشقيقين وتشكل الشراكة الاقتصادية المتنامية أحد أوجه التعاون البارزة علاقات تاريخية جمعت مملكة البحرين بشقيقتها مملكة ماليزيا لأكثر من خمسين عاما تميزت واكتسبت خصوصيتها من اتساع آفاق علاقات الصداقة التي تربط حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم وجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان اسكندر ملك ماليزيا والتي تجسدت من خلال الزيارات المتبادلة ومنها الزيارة التاريخية لجلالة الملك المعظم إلى ماليزيا في عام 2017 ولقائه بصاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا حيث تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفي نوفمبر في العام ذاته تمت الزيارة الرسمية من قبل جلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولاية وإقليم جهور دار التعظيم بماليزيا أنذاك إلى مملكة البحرين حيث أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت العلاقات الثنائية الطيبة فهذه العلاقات الممتدة تاريخيا تجمعها سمات المشتركة منها التحدث بروح تسامح وسلام مع العالم أجمع ومجموعة قواعد تؤكد على ضرورة المحافظة على الثقافة والتقاليد وفي خطوة نوعية في مسيرة التعاون المستمر كان الجانب الاقتصادي هو محط الاهتمام حيث تم التركيز على تعزيز وتطوير الشركات الثنائية في قطاعات الاقتصاد والسياحة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية والابتكار والاستفادة من مكانة البحرين كبوابة للخليج وكمركز للصيرف الإسلامية ومن إمكانات ماليزيا التي تقع في قلب المجموعة الاقتصادية للأسيان حراك مستمر وتفاهمات مستمرة بين الجانبين شملت المجالات كافة كانت عنوانا لمشاهد كثيرة تبرز عمق وصلابة ما يجمع البلدان من مصالح مشتركة أسهمت في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار للشعبين الشغيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر